سلام عليكم يا ربي تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض البتنجان المخلل هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وكمان هيبقى طعمه احلى بكتير من الجاهز اتمنى الفيديو يعجبكم والطريقة ان شاء الله تجربوها بس يا ريت اهم حاجة تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد واول حاجة كده بدأت اعملها جبت كده حوالي كده حوالي كيلو من البتنجان طبعا الاول غسلته كويس بعدين هبدأ كده اشيل الجزء اللي فوق ده وطبعا الكمية هنا زي ما تحبي يعني كمية اكتر او اقل براحتك هخلص بقى كل كمية البتنجان اللي معايا كده بنفس الطريقة هشيل كده الجزء اللي فوق منه وبعدين كمان بخسله مرة تانية وبكده خلاص خلصت كل كمية البتنجان اللي معايا وكمان غسلته مرة تانية بعدين كده جبت حل على النار حطيت فيها مية وحطيت فيها كده معلقة من الملح وحطيت فيها شريحة كده من البنجر واول ما المية بتغلي معايا بانزل عليها كده بالبتنجان والبنجر طبعا اللي حطيته وبيدي له كده لون حلو طبعا وكمان البنجر مغزي جدا طبعا وفوايده عالية قوي هنا بقى سبته كده يستوي على النار بعدين هحضر بقى هنا الخلطة او التدبيلة اللي هتدبيلها بيه جبت كده فلفل احمر فلفل رومي احمر وفلفل اخضر والفلفل الاخضر انا جايباه كده حامي يعني حراء وطبعا ده حسب الرغبة كمان حطيت كده حوالي معلقة كبيرة او معلقتين كبار من الطوم المفروم دي كده التدبيلة اللي معايا فلفل اخضر وفلفل احمر وطوم وهقطع كده الفلفل يعني هصغر كده حجمه شوية عشان هفرومه في الكبة وكمان الفلفل الاخضر هقطعه برضو بنفس الطريقة التدبيلة دي بجد سهلة وبسيطة وكمان طعمها حلو قوي بتخلي طعم كده البتنجان بتخلي طعمه احلى بكتير من الجاهز بجد طبعا حاجة مضمونة وانضف عملها باديكي في البيت خلص قطعت كده كمية الفلفل اللي معايا وهحطها كده في الكبة هحط معاهم كمان الطوم هفرومهم بقى كده كويس مع بعض هنعامهم كده معايا لحد ما يبقى بالشكل ده دي كده التدبيلة معايا هحطها كده في طبق بجد لسه ما حطيتش على التوابل ورحتها تحفة جدا بعدين كده هحط عليها حوالي كده لمونتين كبار هعصرهم كده عليها وهضف لها حوالي برضو معلقتين كبار من الخل هقلب كده التدبيلة كويس كده وبعدين هتدبيلها بقى بالكمون والملح وشوية من الكوزبرة النشفة وبكده خلاص خلصت معينا لتدبيلة آآ طبعا تحفة جدا راحتها حلوة قوي ده كده شكلها وهنا كده خلاص كان البتنجانة سلق معايا آآ مش بسويه كتير يعني يدوب كده على استوا معايا بطلع على طول آآ عشان يبقى مسك نفسه كده وما يتهراش وهطلع بقى كده كل الكمية لمعايا آآ بعدين ده كده شكله هسيبه طبعا يبرد شوية وهبدأ ان انا كده اعمل فيه كده فتحات وهحشيه كده بالتدبيلة اللي معايا بعدين هجيب علبة او برطمون يعني زي ما تحبي هحط فيها كده البتنجان اللي حشيته كده بالشكل ده وكمان البتنجان كان لسه سخن معايا شوية انا ما استنيتش عليه يعني كنت مستعجلة عليه آآ يعني عشان الفيديو كده لكن الافضل طبعا تسيبيه برد الاول هخلص بقى كده كل الكمية اللي معايا هحشيها بالتدبيلة بالشكل ده وهرس كده في العلبة كده خلاص خلصت كل الكمال معايا وكمان اتبقى شوية كده من التدبيلة آآ بسيبهم كده على جنب بعدين جبت كده لمونة قطعتها كده لشرائح هحطها كده على الوش طبعا هتدي له طعم وكمان شكلي يعني كمان آآ كده التدبيلة اللي اتبقت معايا هجيب كده الميا اللي سلقت فيها البتنجان هحطها على التدبيلة اللي اتبقت دي وهقلبها كده كويس معاها وكمان هزودها بقى هزودها من البهارات يعني هزودها شوية ملح وشوية آآ كمون آآ وكمان آآ رشة كده من البابريكا تديها لون يعني احمر وحلو قالتها كده كويس وهضيفها طبعا على البتنجان المياه دي كده بتآ طبعا بتحفظه لفترة طويلة في التلاجة آآ يدوب كده بس انها هتغطي البتنجان وخلاص ده كده شكله بجد آآ طبعا شكله حلو ورحته جميلة جدا بغطي طبعا عليه وبشيله في التلاجة آآ وهوريكم طبعا شكله كده تاني يوم انا كده فتحت عليه تاني يوم آآ ده كده شكله بجد آآ رحته هميلة جدا وطعمه كمان حلو آآ يعني تاني يوم ممكن تكل منه على طول وبجد طحفة جدا عملنا بتنجان مخلل آآ عملناه في ايدينا في البيت طبعا احسن بكتير واضمن وانضف من اللي بنجيبه جاهز من برا آآ وطبعا الكمية بتبقى كتيرة واوفر كمان وكمان مش بياخد وقت معينا يعني سهل كمان وسريع اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة وبسيطة وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اي جديد واسبكم في رعاية الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة